طرق وأساليب مختلفة ينتهجها مرشح مجالس المحافظات في ريف النجف الأشرف لكسب أصوات الناخبين مراسلنا في المحافظة تحسين الشيخة وثق لنا الطقوس الخاصة بالدعاية هناك في سياق هذا التقرير نتابع عندما تترك المدينة وصخبها المزدحم بالدعايات الانتخابية وتتجه إلى الريف حيث الهدوء وجمال الطبيعة لا تجد ما تتركه وراءك من كثافة الدعايات فحتى الدعاية الانتخابية تنعم بالهدوء حيث الملسقات متناثرة على مسافات بعيدة والأهالي هناك يعرف بعضهم البعض ويعرفون المرشح الصالح من غيره ويدلون بأصواتهم للشخص الذي ينفع بلده وأهالي مدينته نحن طبعا كثير من النخب السياسية يعني ككتلة وأحزاب طلبوا من عندنا مرشح من العشيرة وحقيقة نحن تأمنينا في هذا الاختيار لكنه من توجد الصفات الطيبة والأمان والثقة والمصداقية والشجاعة والأمر بالمعروف النهي عن المنكر بالإضافة إلى التزام الديني اللي هو بحيث إنه الإنسان اللي عده التزام ممكن أنه تأمن من عده في كل الجوانب المجالس العشائرية في الريفي حيث يلتقي الجميع باتت إحدى أفضل الأماكن لطرح المرشحين لبرامجهم الانتخابية أما إذا كان المرشح من الوجهاء فيجد نفسه أمام فزعة العشيرة والعشائر القريبة فهي ليست منة من أحد بل يعتبرونها من كرب الضيافة وأصالة المجلس وسيلة الأفضل هي خروج أبناء العشيرة كفزعة لاختيار العنصر الجيد الأصلح الذي جربوه في حياته المهنية لخدمتهم حتى المرشحون الآخرون يستغلون هذه الصفات فيستعينون بعشائرهم لكسب الأصوات أو الترويج لبرامجهم الانتخابية بغض النظر عن توجه الكيانات التي رشحوا عن طريقها المبادئ العشارية ترفض الفساد وترفض الفوضى وترفض الأمور الأخرى التي لم تبني بنى تحتية المحافظة إلى 20 عام وهنا تجد أغلب المرشحين يعقدون لدواتهم التفقيفية عبر المجالس العشائرية التي تفتح أبوابها لهم طيلة فترة الحملات الدعائية إلى جانب إنها دور للضيافة ومحاكم عشائرية تتحول هذه المظايف وقت الانتخابات إلى أماكن لاستضافة المرشحين وسماع برامجهم الانتخابية والحكم عليها من أرياف محافظة النجف الأشرف تحسين الشيخ الرابعة